تسعى الحكومة لتحقيق أهداف برنامجها المعلن أمام مجلس النواب في هذا الإطار تأتي الجهود الحسيثة لتحويل أهداف تنمية الإنسان إلى واقع تستهدف الحكومة وضع منظومة متكاملة لتنمية مهارات الأطفال وتحقيق الموائمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل تسعى الحكومة لتحقيق أهداف برنامجها المعلن أمام مجلس النواب وفي هذا الإطار تأتي الجهود الحسيثة لتحويل أهداف تنمية الإنسان المصري إلى واقع ملموس وضعت الحكومة مراحل زمنية في برامجها التنفيذية بهذا الصدد حيث يبدأ الاهتمام منذ ولادة الطفل وحتى سادسة من عمره لما لهذه المرحلة من تأثير على نمو الطفل وعلى صحته وقدرتي على التعلم كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خمس وزارات بوضع منظومة متكاملة لتنمية مهارات الأطفال ورعايتهم صحيا في هذه المراحل والمرحلة العمرية تم رسم خطط للتوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال والتركيز على المحتوى المقدم لتنمية مهارات الأطفال وذلك من خلال وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة والثقافة وعبر مراحل النمو تتقطع مجالات عمل هذه الوزارات في الاهتمام بالإنسان المصري ويأتي هنا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي أعلنت عن محفظة استثمارية لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية تبلغ 42% بخطة العام المالي 2024-2025 بإجمالي 3252 مشروع وذلك في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والثقافة تقوم هذه الخطة على تحقيق التكامل فيما بين التمويلات المحلية وآليات التمويل والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في مختلف قطاعات التنمية البشرية وبعد انتهاء مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تأتي تنمية مهارات الاستعداد الوظيفي عبر مسارين أحدهما أكاديمي والآخر التأهيل والإرشاد المهني وباتت الجامعات المصرية تحوي مراكز لتوظيف وتحقيق التغطية الإقليمية من أجل القدرة على ربط الطالب بسوق العمل أثناء دراسته وفي ضوء حرص الدولة على تحقيق الموأمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل تم تشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية تحقق التكامل بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية ومثيلتها الجامعية وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية بهذه الخطوة التنفيذية تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها الذي سيكون محل تقييم أمام نواب الشعب بعد ستة أشهر من آدائها لليمين في الثالث من يوليو عام 2024